اليوم راح نبني برايتون اللي انتم منتظرينها من زمان هاي الحلقة صراحة برايتون مصنع النجوم اللي بيصنع نجوم ويبعاته على الفراك الاخرى كاي سيدو كوكوريا ماكا ليستر وايت وبيسوما ولعبين كتير جدا صنعوا في برايتون وعننا نجوم لسه كمان موجودين ولاد النادي راح نتبذ عليهم اليوم ميزانيتنا مثل ما شايفين واحد وخمسين مليون طبعا برايتون حاليا بالدورة هو بالصدارة بعد جولتين طبعا فقط ولكن اداة كبيرة لميتوما والاصدقاء الفريق تعاقد هذه السنة مع ميلنر وتعاقد ايضا مع الصغير جواو بيدرو وتعاقد مع داود من الاصلول السورية هذا ولدنا يا جماعة الحندل اليوم بالحلقة طبعا ابر 26 سنة الريت مثل ما شايفين هذا الريت حاليا متصدر الدورة الانجليزية على حساب السيتي وارسنال والفرق الكبيرة ودائما وابدا ميتوما يا جماعة بعشق وهذا لانه اليوم لهيك لبست اليابان الحلقة طويلة جب لي اكلاتك وشرباتك الله يرضى عليك وفجر زر اللايك برايتون لازم نوصلها 25 الف لايك وخلينا نزيد اخر الف مشترك ضل تقريبا لحتى نصير مليون وميتين الف هيا بنا فلننطلق لمتعد الوصول الى لقب الدورة الانجليزية اليوم هدفنا ناخد البريمير ليك فقط اذا اخذنا بطولات اوروبية بيكون هذا اكسترا ولكن هدفنا ناخد الدورة الانجليزية ببرايتون طبع الفريق محطوط باليوروبا ليك بالموسم الاول فخلينا اول شي نتخلص من الاعمار الكبيرة طبعا ويلبيك 31 للالا 34 هدو الاول لعبين رح نستغنى عنهم رح ننظف النادي ونرتبه من الاول وبعدين نرجع نشوف شو ممكن نتعاقد للفريق طبعا جواو بيدرو البرازيلي 20 سنة اللاعب موهوب ممكن نستفاد منه برأس الحرب عندك ايضا واحد 30 سنة جروب ايضا بوسط الميدان بينزل قيلمور طبعا واحد وعشرين سنة عندهم لاعبين اعمارهم صغيرين ميلنر ميلنر ليش جبتوا يا انت عبت بيعه ونجوم يعني منفوت تداود ما علينا رح ننزل هذا اللامبتيغ اللي مبيرا عليه طلقة هذا منوش مبيرا عليه بيطور يا جماعة اذا مننزله على اليمين جنسية هذا اللاعب غانية طبعا استو بناء هذا اللاعب انا عندي يا بالفانتازي وجب لي نقاط كتير اكوادوري ممتاز جدا ورح يطور معنا بإذن الله دانك الخبرة رح يكون بخط الضفالة حتى يشوف الوضع فيرو بروكن يجب تذكروا رحنا اشتريناها بسلسلة فيفا 22 طور معنا بشكل رهيب الهولندي طبعا 11 سنة حاليا فممكن يمشي معنا لنهاية الحلقة وهنا اقف قليلا ايضا هذا اللاعب هذا اللاعب ويل بيك انا اسف اطلع فيرقوسون والله لاعب كبير حتى شفت له فيديوهات مو بس لان اشتريته ايضا اشتريناها بسلسلة السلسة وبدايتها وما كتير اطور معنا لانه كان صغير زيادا في 17 سنة ولكن بحلقة اليوم طبعا اونداف كبير موجود لالماني 75 عندنا مهاجمين كتير بس خيارات نحن اللي افضل بدنا نسيطر على البريفير ليكيس هذا شوف عندك لاعب سي ام هون كبان 13 انا رح نحط روح الشباب بالدكة هلا اللي انا شايفو اهم الشي عنا انه نجيب لاعب كام يتطور مع جماعتنا بيدرو وميتوما وهالشي اللي للشباب اللي موجودين طبعا ميزانيتنا 55 مليون رح حاول جيب لاعب شب اللاعب رح يكون كل بالمير ميرمان سيتي ريتو كتير ضعيف حاليا 66 ولكن هذا اللاعب شفتوه اكيد شفتوه قارديو اللي عم ينزه عم يسجل عم يصدع يتقلق وحامل رقم 80 رقم المفضل هذا رقم القاوتشو بيلعب كام عردابيليو و سي اف نستفاد منه هذا اللاعب سير عليكس اسمعيني رح يذكركم بنهاية الحلقة انه بولو مير رح يكون نجم الحلقة ممكن هيا بنا نحاول نجيبه بمليون وسبعمية للمليونين فقط هذا رح يصير ميتهم مليون انا ابعدكم جايك بخشم الريال مثل ما بيقوله ثلاث ملايين اذا ادفعنا له طلب شرط جزائي بيعرف حاله رح يتطور مشان ياخدوا الفرق الثاني فانا ارفضت زائي راتب 14 الف مكافأة 120 معنا اي مشيكل بولمير اهلا وسهلا بك في برايتون بما انه مزبطين ويشوفه خلينا نشوفه بقميص برايتون اذا اول اللاعبين اول الوافدين لبرايتون مباشرة رح نزله كام وبعد شوية رح تخلى على لانا وبما انه نزلنا معدل اللاعبار كل هالشي فانا عندي خطة انه نلعب مهاجمين بجواو بيدرو وفيرغوسون لانه فيرغوسون انا بدي اطوره هاي الحلقة حاططهم بمخة بما انه على لعبين صغار كتير وريت اليل فرح ننزل مع فيرغوسون وننزله على الملعب نعم اذا هاي الخطة رح يتمثها اليوم 4-4-2 وعندك بالمير رح نحاوله حاليا ممكن لـ RW أو RM حتى من هلها بلعب RM ما عنده مشكلة رح نحول مركزه ورح نخلي ميتومه طبعا LM فالجناحين انسوهم لنهاية الحلقة عنا نجمين داود يعني ممكن يطور وممكن يخزلنا صراحة ما بعرف ولكن هو لاعب كبير متل ما بتعرف وقيل مور لازم يطور 21-72 على الهلي وصل لثمانينات نعم اذا الموهوب بالمير ما عنده مشكلة اللي أنا بتحول لـ RM بلعب المركز بدك يا خلال اسبوعين اللي بتحول لـ RM ممتاز جدا اذا الحاليا حطيت خطة تطوير لكل اللعبين صلي عشد ايام حطت لهم خطط ولكن اليوم حاطت بمخي برايتون بإذن الله رح نخليهم أبطال البريمير ليج اذا اول مغادرين ويلبك لريال مادريد لصناعة أمجاد الملك يعني والله يعرض غريب جدا يا فيفا خلينا نشوف تقييم الصفقة اي برابور يا مادريد اللعب الثاني اللي غادر هو مارش قدرنا نحصل فيه 30 مليون رائع جدا لحتى نعزز بمدافع كمان ممكن نجيبه صغير بالعمر وبيتطور بشكل رائعي ولا لا نغادر ايضا لنيو كاسي اذا فيلتمان راح فورا لعينتراخت فرانكفورت حاليا بالمر لازم يكون تغير مركزه بعد اسبوعين مفاوضات وبيع شوف لي سرعة التطور مع ارواح عند هذا اللعب اربع اسابيع اي خطة خلينا هلا نروح مع السرعة بالبداية السرعة قوية جدا بس خلص مع اربع اسابيع هاي الحركات مهارك تقريبا نظفنا الفريق من العهات وخلينا شباب مية بالمية بانك هي ضلت الخبرة بالدفاع طبع الحارس ايضا شاب وهذا الاربي كبار ممكن انا حابب اخذ مدافع صراحة قوي للفريق من البداية بباقي المراكز كل اللاعبين حابب اعتمد عليهم ونرى ونرى اين نقطة ضعيف ونرى لاعب مكانه طبعا الدكة جيدة اتمنى ان تخلص من الميللر حتى تخلي معادرة تخلح انه بدأت نهاية الموسم سنتحملوا هذا الموسم طبعا بعد البيع صعر عندنا ميزانية 108 ملايين حابب اتمنى المدافع السوبر من هلها يكون قوي معروف وصغير بالعمل دعونا ندول شوفوا بما ان الفريق هو جاب داود من بروسيا دورتموند انا حابب اتمنى شلوتربيرغ من بروسيا لاعب توقع له شيء كبير ممكن نحصل بين 54 68 82 عمر 22 سنة سيكبر بعد تشكيلتنا وهو اصلا جابين ونحن لاعب نجح حتى الميزانية ممكن انا ما استعمل ها بتعرفوني لما يعني ضل معي ميزانية مقتلع بالفريق ما بستعملها فطلب 68 60 راح اللو 55 كمان ما راح يعني نعطي زيادة لقيمة لاعب بهاي الحدود طبعا 58 جيد بيضل مع 49 مليون شلوتربيرغ اهلا وسهلا بك الى برايتون دعنا نرى تقييم الصفقة وعملنا شوية مفاوضات لازم تكون بالنص اذا كانت بيكون ممتاز جدا دعنا نرى نعم بي كان فيني نجيب بالسهل الافضل صحيح هذا الكلام يا فيفا فبهذا الشكل يصبح على مدافعين ممتازين دانك ممكن يجعل هذا الموسم للنهاية يضع الخبرة بالفريق عنا ستة واربيين مليون وفريقنا ضعيف يعني ما لازم تركها مع اني انا خلص احسنت الصفقات يعني ما عاد ضيف حدا على التشكيل بس لا تفكرون انه رح روح هاي الفلوس على الفاضي لانه صغيرة كل موسم تتجدد فحاليا انا رح سوي حركة حركة سير الالكس رح نجيب كلولو طوله ركز انا صلاح احبب اعمل هاي الحركة ونشوف هلو يطور بفريق احنا بزان نستة واربي اراح اعطي اربعين البداية ما حابب جاد كتير بس ان شاء الله ما يطلب فورا واف كلولو بحلقه من الحلقات شترينا وكان يطور بشكل جيد اذا هذا هو كلولو واجبناه 22 سنة حاليا هو عنا بنا فينا نعمله ونجعل الخبرة يضل بالفريق معنا بشكل معدن 8 ريت يعطينا موسم ونجعل الخبرة للعبين التانين ويرجع لنا كلولو ان شاء الله بطاقات افضل كلولو الفرنسي فمنعتمد عليهم الموسم القادم نحنا وراح اذا عرض لميتومة من اسي ميلان بنرفض ايضا للميتومة اللي رح يكون نجم وعرض فقط استخدمنا كل الميزانية خلصنا من العهات وضعنا لعبين الشباب بانتظار تقلقهم وبانتظار ايضا اداء جيد وعدم الخدلان فهيا بنا نروح لنهاية الموسم اول موسم بالبريمير ليج اي مركز ناخد ان شاء الله ما هو طلب دلاج تاني وكل سهل لتنويه برايتون نفس الحقيقة مشارك باليوروبا الدور انتهاء وانتم مستمتعين لما ناخد فريق متوسط اوضائف المتع بتكون ممتاز جدا فخلينا نروح نشوف شو الترتيب اللي اخذنا بالبريمير ليج جاهزين 3 2 1 هيا مركز 11 انا برايي ممتاز صح انه تراجع الفريق على الحقيقة بس فيفا غير الحقيقة يعني عندك ميتو بالحقيقة حاليا ريتو مكتير قوي فأنا برأي باللاعوين اللي حطيناهم بفيرغوسون الـ 68 ببالمر اللي ريتو كمان سيئ جدا بفيفا مركز ممتاز جدا الحمدلله بعيدين جدا على الهبوط هاي لسه حجار الاساس خلينا شوف كمان البطولة التانية ربما نكون حصان اسود يعني ربما نكون اوو شفتوا وصل نهاي كأس الإمارات يا سادة بس كيف هذا الفريق وصل هارتلي بول ونوتينج هام ونوتينج هام فاصلوا البطولة بالكأس الإمارات كربا وكاب اخذوا المانت وما وصلنا لمكان بهاي البطولة وصلنا الجبلة ثالث وخصنا مع آرسين الـ 2 اليوروباليق وما ادراك هل ممكن ان نكون وصلنا لمكان بايرا ميونيخ جاي على اليوروباليق حكيد راح يكون التطور حاليا بنهاية الموسم مع اللاعبين النجوم نعم نعم رائعين بيدرو يا سادة مفجر 79 فرقوسون ممتاز جدا 72 وسبعين وفارمير واحد هلأ صاروا بريت ممتاز جدا للتشكيل يلمور 4 وداود 3 يعين يا صاحب يا ميتوما 84 ميتوما رائع هذا اللاعب صراحة ستو كنان 83 دانك ضل نفس الريت لأنه كبير جدا بالعمر شلوتر بيرج زادي 3 رايت اللي على اليمين يعني تطوره كمان جيد 77 فير بروغين أيضا 77 هذا معروف أنه بيتطور يعني أنا من زمان مشتري ومطور ولعبان فيه كتير خلينا نشوف أرقام اللاعبين ونشوف وين نقاط القوة كانت عنا بالفريق فجواو بيدرو مسجل 21 سبعة وانداظ مسجل هذا الألمان مشارك صفطاحش وكنا بننبيعه منبه معنا فحاليا فيرغسون مشارك كتير ولكن بالنسبة لعمره جيد جدا المشاركات 23 مشارك وجايب 7 أهداف و1 أسيس فهيك عنا 3 مهاجمين لعب و3 لعب وشارك وPALMIR 44 مباراة 9 هداف و2 أسيس زائد 5 أول موسم يا ساد هذا نجم السيتي اللي عمي لعب وغارديولا من هلأ وميتومة 9 هداف و13 أحسنت ميتومة يا رباني شيكي زوما شي نمع إذن داود قبل أن نجدد له وخذل ورح ينضم لليفربول طيب الله ما انت حر يعني بالنهاية نحن عنا ميزاني رح يكون ورح نجيب لعب مكانك أو نعتمد على أبناء هاي أول خيال صارت معنا إذن ميتومة أفضل صالح ألعاب بالدوري الإنجليزي وشفتوا بأول جولتين التألق والتسجيل يعني بالحقيقة وحاليا هو فعلا باللهبي أفضل صالح ألعاب بالمركز الإداعش أنا هو أفضل صالح ألعاب أفضل من الكل وحداث كأس الإمارات أيضا جواو بيدرو من عنا وبصرات الألعاب واندغ موجود بثلاثة أثبتنا ذاتنا بهاي السنة وعننا داود كان منصناع ألعاب الكرب وكام إذن الخائن هذا الخائن هذا داود دللناك وما كنا نستبعدك مع أنه في عنا عمال أصغر منك وعتمدنا لك وخالنا وراحلة ليفربوش إذن ميزاريته حاليا 69 مليون مع مغادرة داود من الفريق أنا أبعدكم بموسم استثنائي مولا داود غادر ولكن فريقنا وصل لمرحلة صار اللعبين اللي كانوا ضعاف عنا صار ونجوم حاليا بالفريق فمثل ما شايفين معنا حتى ناص يعني حتى اللعب النزل مكان داود طور جميل بعض اللعبين رجعوا من الإعارة منهم هذا الألزات فيه لعبين كتير اسمع يأكلوا له والله الطور زائد واحد تطور رهيب جدا سوف نقوم بإستعادة سوف نقوم بإستعادة هذا الموسم لحتى يأتي لعب مال طبعا نضع خطة التطوير مباشرة بهذه الخطة بتطور 19 أسبوع يصبح 81 أنا خليت كله أساسي لكن يمكن أن ينزل مكان بعض المباريات لا لدينا مشكلة بهذا الموسم سوف أحاول أخطف ويلوك بمكان داود سوف نضع 83 سنة وقيمته بين 31 39 وقيمته رأي فرصة هذا وقابل لتطور سوف نخطف من نيو كسل سوف نعطي 40 مليون فوق قيمته كل ياته حتى يواف فورا ونخطف اللاعب ونأمن عليه نعم إذن ويلوك يا أخي ضابط عليه اللباس والله بتحس اللاعب من برايتون من 20 سنة برايتون إذن ويلوك رح يكون بوسط الميدان سي أم جيلمور وباية تشكيلة ما رح نبدل حدا أبدا أبدا بالعكس عززنا بكلولو حاليا رح 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 للأسوأ يا برايتون شو اللاعب بصير معكم مركز 13 47 نقطة هذا الموسم خسرانين 17 مباراة لا كثير 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 شو المشكلة اللي عندكم خلينا نشوف المشاكل ونحلها التطور بالنسبة للعبين طبعا رح نعطيهم فرصة جواو بيدرو البرازيلي فوق التوقعات ب84 ريت 22 سنة فيرغ ستة وسبعين ولكن غير سعيد يبدو انه هذا اللي نضاف عم ياخد له مكان وهاي السنة ممكن نستغنع عنه 27 سنة فيرغ سن قرب كثير منه ومازال 19 سنة يا سادا بولمير سعيد وعن يطور 74 ريت 22 كمان هم في شوية يعني لعبين شكلهم فايتين ببعض في مشاكل بيناتهم ويلوك 83 ميت هومة 86 ممكن نبدله هذا الموسم صراح خلاص سبرا عليك كثير ويبدو انه ما رح تطور من هيك فيرو بروغ ممتاز جدا 21 سنة 81 ريت اوه ما نرضيان عن شي لا عداء اللعب ولا الفريق ولا العقد ولا وقت اللعب خلينا نفوض التجديد ايضا فيرغوسون زلال لانه ملعب 8 مباريات و 2 سننضبط هذا الموسم سنستغنى عن جواو بيدرو 45 مباراة 22 هدف 7 نجم الفريق الاول حاليا مع ميتوم طبعا الاصل هو 14 هدف 38 مباراة بالمير لاعب 31 مباراة ولكن سجل هدف 5 مكانك بالمير بس عطيني اسم لحتى زدهم الفريق ربما هاد اللاعب يمكن ويلوك 40 مباراة 4 هدف 2 اسم 2 تطور رهيب والسي ام شوف عنا كتير سي ام لهيك اغلبهم زعلانين ومعا يلعبون لديهم مشاكل فنح نحاول نزبط الفريق ميتوم 13 هدف 7 اسم زاد 2 ريت يمشي بخطة رائعة هذا لنفس شكل كوبا وكان السنة واضح اذا جددت العقود طبعا وعرضت بعض اللعبين على البيع ما زلنا بنهاية الموسم خلينا شوف البطولات ثانية هل وصلنا لمكان برايتون مع السبيرز بنصف نهاية كاسي مالات خصلنا 42 كرب أو كاب فولهم برايتون لم يصل لمكان متابع اذا ببداية الموسم معنا 104 مليون وادرين نعزز التشكيل بالمكان اللي بدنا يا وانا لاحظ انه اليمين ممكن نبدله لانه ما عزا قد لسه يتطور كتير ما عجبني تطوروا كتير بالمير وفيرجسون رح تفاوض معهم يكونوا حاسمين لانه هس رزالوا كتير وممكن يتركوا الفريق ويمشوا فما في مزح خلاص من الآن فصاعدا فيرجسون وبالمير حاسمين بالنادي ونضاف باي باي خلاص على اليمين رح افضل من اللي عنا هيا بنا رح نعطيهم 54 مليون بما انه عنا فلوس كتير من البداية احلى وسهلا بك اذا عززنا اليمين ومضل عنا مشاكل ابدا بالدفاع 88 84 قلوب دفاع عمار صغيرة ابن النادي عيست وبيلان 86 وعلى اليمين جبنا هذا النجم 82 الهولندي معنا 47 ملي ممكن نجيب صراحة ريتو عالي 84 بورتو قيس بس حاول فيه حتى ممكن نعطيهم مبادلة ونجيب ما معنى ميزانيته طبعا فمنقلهم بلاعبين الوساط بنعطيكم المدير ومنعطيكم فو المدير 3 مليون 34 مشا ما يهربوا خلينا نشوف ردة فعلهم 53 ما معنى الميزانية يا ابن الحلال عام 45 حاليا منقدر ندفع هل من عنده شوي ولا منقبل خلينا نقبل خلص خلينا نقبل وخلص الانتقالات هذا الموسم ونكسب النونيس لازم يكون تقييم الصفقة على ما اعتقد قبلينا بلاء حسنا أفضل من اللي عنا صراحة ودفعنا عليه سعر جيد به حلو تقييم حلو إذن نونيس دخل مباشرة لوسط الميزان وطاقات محترمة صراحة ولاعب رائع جدا مع ويل لوك بيعمله الثناعية جيد تشكيلتنا رائع جدا منتظار بس هدول البوتين اللي جبناهم من البداية فيرغوسون وبالمر آخر موسم زببط تطوروا بشكل جيد وخلص راح أحضلكم من نادي إذن الموسم انتهى هل فريقنا تحسن مركزه وهل اللمسات المدرب كان لها شغلها ولا لا يا برايتون المركز العاشر طب بعدين بعيدين جدا بس أفضل من كل المواسم اساق وكب لا 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 ممتازين يا جماعة من المركز قد تكون من النقطة وحدة نكون مركز لا الخامس بعيد عشر نقاط 2 الموسم 50 حتى موسم جيد والخص Wells والخصارات يألك قد نعم نتشاهد كأس الإمارات اقتربنا شوي من الخمس الكبار طولولي باركم شوي على برايتون والجيل الجديد طبعا بالكاس ما عملنا شيء بالكربو كاب هل عملنا شيء يا برايتون أيضا ما عملنا شيء خيا نشوف التطور بالمر و فيرقوسون كلمة السر لهذا الموسم نعم يا سادة نعم نعم أنا لما بلكم شيء خلص ترجع لعندي الثقة هون صيدة لي عندك موثوق فيرقوسون 81 بيدرو 88 بيدرو والله هذا جواب بيدرو خيالي جدا 23 سنة صار نجم 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 كبير جدا أقوى لعب الفريق حاليا مع أستو بنان لا والله شلوتربير فريق ناري بالمر تأخر طبعا مو تأخر على عمرو ولكن تأخر لأنه فيفا من البداية عطته طاقات أليلة بيستحق أكتر منها بكتير ولكن حاليا خرافي 79 صار نونيس 85 تطور زائد واحد نحن نجبنا 84 معنا مشكلة ويل لوك 86 والدفاع نار يا حبيبي نار وفير بروغين وصل لل 85 كان ممكن يكون مركز سادس ورح نعتبر حالنا مركز سادس موسم قادم نعتبر حالنا ضمن الخمس الكبار ما في مزه فيرغوس هورل إذن بال 81 ريت 15 هدف وشارك أيضا 41 مباراة مع بالمير 4-4 حسنت أرقامهم 26 من جواو بيدرو شوفر الريت ولكن فيرغوسون أيضا جاي بأهداف حلوة بوسط الميدهام ويل لوك ونونيس لعبوا أكتر شي وجابوا أهداف في داعش سوا من ويل لوك العالمي جدا ميتو ما ستة أربعة كأرقام ما عاد كتير يتطور وحاجة إثمارها 20 سنة سوا وثماري الريت نجم الفريق باقي معنا الياباني الرائع بالنسبة للهدفين جواو بيدرو جاب تالت هدفين لبريمير ليغ هذا الموسم فيه في تحركات وفي إشارات عبتلكم أنه رح نكون من الخمس الكبار الموسم القادم 24 هدف إذن سون 25 وفودين 27 إذن بداية الموسم الجديد ومعنا 117 مليون وشف لي هالتشكيلة ما أرواها ما بدها شي بس ممكن نعزز التشكيل الدكة يعني نجيب مثلا حارس أحتياط شوف الحارس اللي عنا سيئ جدا ومعنا غيره وممكن إذا نصاب فيير بروغن يكون عنا حارس أقوى إذا رح نجيب هيرمانسن من ليتزونا تد 24 سنة مرسى في الريت لحتى يكون بديل أول لفير بروغن وكمان ما ياخذ المكان إذا نصرنا في 2026 وما حسيت بالوقت صراحة مستمتع لحد الآن ومعكم 20 ساعة المهم نستمتع ونجيب دور الإنجليزي باستحقاق مع برايتون بخطوة خطوة بواقعية الترتيب مركز تامل عم نمشي مركز مركز معكم من تلكم للصبح ولكن كنا قريبين جدا ثلاث نقاط أيضا سابع يعني تقريبا والله بعاد شوي صراحة المركز الخامس في فرق 11 نقطة ولكن المان سيتي كان الخامس المهم نحن بتحسن مستمر بس أنا توقعت أفضل هذا الموسم كأس الإمارات هل من مفاجأة برايتون نحن نحن للنهائي إذن خسرانين مع ليفربول واحد صفر وصلنا لنهائي كأس الإمارات وفزنا على تشيلسي ثلاث صفر وفزنا على نيو كسل فعلى ما يبدو صرنا من الكبار شوي شوي حلو جدا خلص فيرقوسون وبالمر فات وللتشكيلة حاليا بهذا الموسم بهذا الريد جواو بيدرو ياما جنون 91 هل فعلا رح يتطور كل الشي بالحقيقة ما أظن ولكن يعني فيفا عططوا بوتنشيل خيالي ميتومة 88 تطور بطيء ولكن يعني صار رائع جدا بال29 88 ويلوك 87 نونيس 86 حزين دائما لدينا مشاكل بالسي ام دائما يأخذوا مكان بعض ويتعاركوا مع بعض أو ممكن نتائج شوف نص الفريق حزين لأنه 87 الاربي 99 لا خلص الموسم القادم موسم البريمير لج مباشرة بدون ما تدخلوا على الخمس الكبار أرقام الفريق فيرقوسون وجواو بيدرو مفجروا 24 ستة من جواو وعشرين ثلاثة من فيرقوسون بالمير 8 أسيس قوي بالأسيس هدف واحد شد لأزماتك أكتر يا بالمير ولكن تطور رحيب مشارك استبار بين المباراة ويلوك دائما وأبدا ممتاز 12 هدف وستة أسيس تعاقد مهم جدا من الفريق الحصان الأسود بالفريق ميتومة إداعش 8 طبعا جواو بيدرو دخل على قائمة الهدافين هاي المرة كمان سنجيب لعبين كثير على الدك بس شفلي أبل أن نتعاقد مع نبودلاء شفلي تشكيلتنا كلها هصالت لعبين متخب بطن إذا ثلاثة تعاقدات دفع واحدة أنا ما عندي مزح خلص لنالك ورح نجيب دك رح نجيب أول لعب ممكن كلفنا بين 53 و 67 و 67 الثاني بين 2 و 3 و 40 والبادي أشيل اللي حاليا هو بروما 25 سنة أيضا مكلفنا بين 54 و 58 يعني يكفونا الفلوس يا لا فالأولوية للدفاع بس أنا رح أمل طفويد للكل اللي بيجي يجي اللي ما بيجي يصطفر إذا نقدر تجيب ثلاثة لاعبين لعننا على التشكيل فصار عنا مهاجم حاسم بعد فيرغسون وجواو بيدرو صار عنا كمان سي بي رائع جدا وين وين أصلا نحن المركز السادس صراحة بنمشي خطوة خطوة خلص الموسم القادم رح ندخل بإذن الله ثلاثة نقاط كان كنا بعاد عن تشيلس اللي راح اليوروباليق أفضل موسم لبرايتون إذن منذ أن بننا بتشكيلة الشباب هلأ أخذنا كاس ملو كوس طيب المرة الماضية وصلنا للنهاية كربو كاب يا برايتون لا 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 إذن تطور رهيب وصراحة هاي التشكيلة حرامة تكون من الخمس الكبار هل هلأ وصلوا لهذا الريت اللي راح يوصلوا من الخمس الكبار ما معرف طولوا كتير وجبنا لكم دكة ولعبين عندكم أربع لعبين فوت خمس لعبين جواو بيدرو يا إله أنتم منتبهين جواو بيدرو 93 ريت 30 هدف و 6 أسيست من أفضل لعبين لازم يكون هداف 25 هدف بالبريمير ليج هذا الموسم فيرغوسون 12 أربعة كمان أفضل مواسم و بالمير 4 أربعة ما كتير عنده أرقام بالمير ولكن تطوره جيد وعم يلعب عم يشارك عم يساعد في الفريق النص تناوبوا على المباريات وجابوا لنا أرقام حلوة ميتوما 40 مباراة 11 خمسة والهداف أخيرا من عنا جواو بيدرو 25 هدف على حساب هالند مع أنه نحن مركز سادس ولكن الهداف من عنا خلص وصلنا يعني خلص فقط ضل عنا أنه نقطح من الخمسة الكبار هيا مينا يا برايتون حلقة صابت جدا ولكن مش يعنيين بالطريق الصح إن شاء الله بهذا الموسم بعض اللاعبين غادروا التشكيل فأنا جبت ثلاث لعبين عملاء أحرار ريتاتهم عادية 77 82 71 حتى تدكة ضل مليانة ورح نروح بنفس التشكيل لرهاية الموسم خلص هاي المرة يعني وصلنا للسادس ما في تراجع بإذن الله ما في تراجع إذن على الفين وثمانة وعشرين سنة الماضية مركز سادس باختصار خلص لازم مركز خامس أقل الشي نفوت هاي المؤتمرات نحن أبطاء دو خدنا فيفا أول شي أخدتنا لنهائي المؤتمرات نحن أبطاء المؤتمرات ولكن نحن التاني الدوري بعد المانسيتي بفارق 16 نقطة وأخيرا بعدين عن أستون فيلا ثلاث نقاط وعن تشيلسي أربع نقاط إذن رح نشارك بالأبطال طبعا هدفنا الدوري نحن مول أبطال هدفنا لبريمير ميك ببرايتو كأس الإمارات موصل إلى مكان الكارابو كاب أخذنا الكارابو كاب وأيضا أبطاء كأس المؤتمرات بهذا الموسم لا خلص اقتربنا اقتربنا من النهاية السعيدة 5-1 4-2 وبدول 16 5-4 على تورينو وبالمجموعة كنا أول مجموعة بدون أي خسارة معناها في تطور كبير معناها في أداء كبير لللاعبين نعم أو يا فرغوسون جواو بيدرو 94 كم كانت قيمة لللاعب 91 تذكروا الكلام بداية الحلقة تمانا 80 حاليا من أفضل لاعبين العالم تمانا 8-9 ثم 90 ودفاع كله 90 أيضا والحارس وهاي هي تشكيلتنا الاحتياطية تطيل الأرقام اللي وسطنا لهون يا جواو يا بيدرو 32 6 فرغوسون 24 2 وبالمير انفجر هذا الموسم وأخيرا جاب أرقام خارقة 21 19 وأكتر واحد لعب مع جواو بيدرو 60 مباراة السيعمات والكامات وكذا متناوبين ولكن ميتومو أيضا انفجر 17 إذاعش بهذا الموسم و90 ريت بعمر 31 رح يملل شي تراجع لازم التوجوب الدوري ولازم نعطي إشارة الكابتن حرام والله فلت لهون بس لعطيك إشارة استاهلها هالند أخذها 33 جواو بيدرو بعيدا بسرعة لالعب بالمير أفضل صال العب وأخيرا مبهلا وأخيرا نصبرنا عليك كتير بالكاربو كاب كان عن جواو بيدرو متساوي مع كتير لعب بكاس المؤتمرات جواو بيدرو بعد جونزالي سولو 98 وميتو مع أفضل صال العب إذن وصلنا لـ 2029 قربنا من 2030 وبرائتون الموسم الماضي كان مركز ثاني هذا الموسم هلأ أخذنا الدوري لا مركز ثالث مع العسف وبعيدين عن السيتي سبع نقاط يا سيتي خلص بكفة مع أنه نحن خسرانين خمسة واليبربول ستة نحن نتعادل كثير نحن بهاي ممكن غير الخطة هذا الموسم دعونا نرى ماذا فعلنا بالبطولات الثاني كاس الإمارات ما أخذنا كارب وكاب وصلنا نصف نهاية وقصلنا بركلات ترجيح مع ليبربول ليبربول ذلنا بهاي السنة كان عمامنا دوري أبطال صدرنا لمجموعة أهل من مفاجئة وصلنا أربع واحد على مدريد نهاية خسرنا خمس اثنين فزنا على مدريد وخسرنا مع روما والبطل هو روما روما اللي فات علينا هو البطل التطور هل من تطور بلش اللعبين يوقفوا بأماكن معينة ولكن صارت خارقة للعادة يعني الدكة وأساسيين خيالية جدا جدا لحصائيات أيضا نحدث ولا حرج ثلاث سابطاعش توم تسعة خمس توم صار تنين تلاتين سنة رح يبلش يتراجع يا برايتون يلا الدوري يا برايتون سبيل الهداف جواو بيدرو تاني الهداف هلند يعم ياخذ الدوري بسبب هلند بالمير عشرة فين يشتري هلند بس ما بدي يشتري بدنا نفوز بقوة برايتون بواقعي الشغلات اللي عملنا هداف الكارب بالمير كان من لدينا خمس أهداف فارغسون فاطع القامي بستة أهداف وبالمير أيضا ثلاث صناعات بعيدة عن بابي بصناعتين شوف الميزانية طلعت تتجمع ما عم تروح كلياتها بمعنى خمسمائة مليون ولكن ما رح ألمسها أمدا رح نروح بنفس التشكيلة وأنا مصر أنه أخذ الدوري بتشكيل برايتون بكابيتانو ميت يوم اللي صار كبير بالأمر يلا يا شباب يلا والله بس خلينا نغير الخطة هذا الموسم على ما أعتقد الخطة عم تلاعب دور إذن هاي سنر رح لعب بهذا الشكل بالمير ميتو معربين جدا من المهاجمين رح لعب من العمق ركز عليه خطة كمان هجومية شوي بس ما بعرف يمكن أن أنجح من الخطة شوفت الطاقات شوفوا ريتي يعني أي خطة بنحطها لازم يأخذوا دوري الإنجليزي نحن نجيب مركز ثاني وتالت ولكن خلاص تسعة السيتي هاي جواو بيدرو 94 ريتي والله العظيم يا جماعة النهائي الأبطال أنتو بتعرفوا أصلا النهائي الأبطال ما بيكون بهاي الصفحة بيكون بهاي الصفحة يعني أنا أنا أريد أن أرى النهائي ممكن صراحة إذن نحن كنا أول المجموعة بدون أي خسارة وأي تعادل ست انتصارات بمجموعة فيها الباير متدهيل المجموعة أحلام العصر تجتمع في حلقة واحدة ولكن نحن بالألفين وثلاثين وشفتوا قد يشتعبنا بالتشكيلة 18 نقطة الحمد لله وصلنا نهاية لأبطال إن شاء الله أخذينا الدورة بإذن الله 4-2 على ريال مادريد بدور 16 ربع نهاية 2-1 على برشلونة فزنا ريالو على البارسا يا عين يا برايتون 3-2 يلا من تومها 3-2 والنهاية عنا باريس سان جرمان يعني انحكمت اني يلعب رح يلعب يعني أنا بدي جرب التشكيلة أصلا بس غلينا نشوف البريمير ليج هدفنا هل تحقق بسم الله يا رب مركز ثلاثة نقاط رح ناخد دوري الأبطال قبل الدوري وماني تارك الحلقة لحتى أخذ الدوري ثلاثة نقاط هاي المرة تشيلسي ومتساويين نحنا والسبيرز والليفربول يا الله يا برايتون ثلاثة نقاط انتصار واحد بس مع انه نحنا الأقل خسارة بس دائما عم نتعادل كتير شوف إداش تعادل كاس الإمارات موصل على مكان هاي التشكيل وهذا هو التطور بعد ما غيرنا الأماكن كمان سهل دوري الأبطال بس كان بنا الدوري ثلاثة نقاط رح نحاول بمواسم جديدة نظرة سريعة على الأرقام ومالأ الأحرار عم يشارك ومسجل عشرين هدف يجب ثلاث مهاجمين مولابنا بالتشكيل في شكله هدا عم ينزل مكان ثاني ممكن 24 27 بالمر سبع كلهم لعبانين مين اللي ما عم يلاعب ما بعرف صراحة ويلوك 10 10 ميتومو 4 3 ناقص 2 ريت فلاش يتراجع لازم نعطي الدوري يا جماعة عمل مكان تزل هلا عنا هداف دوري أبطال بيدرو 6 وانبابيت 8 وعنا تبع ملاء أحرار جايب 7 أهداف من فجر هذا اللعب كوالج مع ريت 84 شايفين بالمر بصراعة الألعاب بعيدة عن فيرت وفيليكس هداف بريمير لينغ هلند مجدد 25 فيرغوس 21 فجر في هذا الموسم البريمير لينغ وبصراعة الألعاب عنا ويلوك 10 صراع نحن نحن لعب ضد باريس بديم لينبابي وفاتي وقافي وفال فالفيردي جايبين تشكيلات برشلون وريال مدريد وحطينا باريس برانثويت 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 هذا قلب الدفاع برانثويت هذا شكله من العيلة منديس منجيزا وتشكيل جديد لباريس ولكن تشكيلنا رح نحرقهم بس أنا بدي دوري ما بدي دوري لابطال هيا بنا خيال يا رعاك الله رح ناخذ لابطال قبل الدوري اللي كان هو هدفنا لأول مرة هاي بتصير معنا هاي ميت ميتوما هيا بنا يا برايتون باريس مبلش بضغط عندهم ثلاثة مرعب فاتو ديمبلي ومبابل وكلهم طاقاتهم عالية خطيرة لا لا ما ضغطوا نضرب الجزاء ومرت هيا باريس اي خصاة لنسلمونا ياهو رح فرجيكم بشو يعني برايتون ميتوما يضغط ليه ودافع عن عنوان برايتون يلا هاي 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 أول استلام ميتوما ابن النادي لمسة لي ويلوك ويلوك رح يا جواو يا بيدرو يا هداف فرجيهم هدافك واحدة لفيرغوسون الله لا يعطيك إلا العافية والله مربع شلطة هيا جماعة ميتوما حكم يا حكم يا حكم يا حكم يا حكم شوفهم بابي ضرب ميتوما من الخلف في مكان خطير جدا او يا 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 ميتوما ويلوك روح يا 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 الله مرد مرد باريس انجرمان هلو الدفاع برافو برايتون ما زالت للامام فيرغوسون يا 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 ميتوما يا ابن النادي اضربهم يا ابن النادي نعم لم أستطع الفوز في البريمير لكن أنا بطل الأبطال بطل أوروبا بس نحن نجلب لك الدور يا ميتوما يا كابيتانو حلوة صراحة التمريرة وشوف بآخر لحظة بآخر لحظة جامها من أمام المدافعة حلو يا ميتو ويلوك حلوة 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 هي هي وفيها ضرب الجزائي حكم ممكن آه يا فاتي لا لا فاريس هذا الأول عن طريق فالميردي المادريدي هل هناك رد سريع؟ فالمير؟ فالمير نعم نعم تعلمت من كوارديولا لما نزلوا سجل هذا في مورو أرسنال ها هي حاليا بعد عشر سنين لدينا الكرة من نهاية الأبطال يا فالمير سيكون نجم نجم الحلقة رائع رائع جدا توقيت التزديد وحطها حط يا ولد يا فالمير يا برايتو تعبتونا اليوم بدنا بطول الدوري بعد هذا النهائي الكبير بس شفت التكتاكا مع أرواحها مر 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 حلطة يا ولد يا العيب من هذا؟ يا خيالي يا وين لوك على المرور بآخر لحظة والله المدافع عجبني بالجرينتا بس شوف كعلة قوية يا ولد هلوه جواو بيدرو يا ولد على الجرينتا يا ولد يا العيب جواو بيدرو طلع عالمي جدا دائما فبركوسون الله لا يعطيك خطيرة 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 برام الدفاع ني توما فرقوسون يلا فرجنا لله فرجونا لها أكياء كسبالل فاتيو الحمد لله مر نعم طربنا باريس ثلاثة واحد أنا سأكمل هذا الفرايح بعد أزل نتو بعد إذنكم سأغادرنا ف سأضعيكم ني تومي هو يlerdeو seek نعم نعم الكابتن الياباني ميتوما سينيوالايدين يانيا الشتينبيونزلي نعم إذا نعمل لقب ونأخذ البريميرليج هيا بنا يلا ممكن كمان واحد منهم يأخذ كل ذهبية لماذا لا؟ إذن المرشحين للكرة الذهبية فارغوسون من عنا وجواه بيدرو مهاجمين رشحوا أنجيلو ما أعرف مين هذا من جيلسي وكينيا مبابي من فاريس انجنوان ممكن كون هذا وملاء أحرار هذا أنجيلو ما أعرف صراحة إذن فارغوسون شايفين؟ شايفين نمسات السيربس استعنا الدوري التحدي هو الدوري إذن ألفين وواحد ثلاثين وانتبهين لا يوجد مباراة دوري أبطال هنا يعني هي مباراة دوري الأبطال تكون في الصفحة اللي قبلها دعوني أفرجيكم إيها ما معاول أنكم أخذنا دوري الأبطال سنتين وربعا أخذنا دوري الأبطال يا جماعة أحد جوية طويل فارك أنا ماني باستواب أخذنا دوري الأبطال ما شايفين فزنا على ميلا بالنهاي كنا تاني المجموعة بعدين فزنا على روما خمسة اثنين بعدين أربعة اثنين على الباير أربعة اثنين على سبورتينج تعبت تعبت يا جماعة أنا بدي الدوري خلص عطونا الدوري يا برايتور عطونا الدوري الله أكبر الحمد لله الحمد لله الفين وقت عشر مواسم تقريبا يا جماعة تدريب وفزنا بفارق نقطتين تخيل عندنا أربعة خسارات خسارتين بس عندهم تعادلات كثيرة وهي المرة كنا الأبطال كاس الإبارات أخذنا أيضا تخيل كاس الإبارات كاربو كاب هالرباعية لا ما وصلنا كمان أخذنا كل البطولات مع هذا الكاربو كاب هذا هو التطور الأخير شوف ميتومات راجع يا حبيبي أنت يا ميتومات أربعة وثلاثين سنة وحققنا الحلم بلجنا معه بستة وعشرين تقريبا فالمير اتنين وتسعين هاي التطورات الأخيرة لللاعبين خلينا نشوف الأحصائيات خلينا نشوف مين هو اللي جابنا الدوري اللي رح ضل تذكروا طول حياتي لأن الحلقة تشكلوا هذا العملاء الأحرار جايب خمسة وعشرين هذا في الفريمر ليجياس هذا بستة وثمانين ريتو وطاقاته قليلة بس أفضل ملكل أفضل ملكل جايب أرقام بس عندك بيدرو جايب 14 بالبريمر ليج و19 لفيرغوسون بالبريمر ليج شكرا فيرغوسون صاحب الكرة الذهبية فالمير 8 16 أسيس أيضا إداعش إلوه بالبريمر ليج وإلوك وأرقام مع نونيتس والفريق الرائع طبعا هداف الدوري كان هو هذا العملاء الأحرار وفيرغوسون موجود بالقائمة وبصراحة الألعب فالمير يهز الإمارات الهدف فيرغوسون وما عنا صار على العب بعيد جدا بدور الأمطار أيضا الهدف ومن عنا ولا حاجة هذا اللاعب ونقضني صراحة كوة لا جزيك يعني تطغريت وثلاثة وثمانين لما كان يهدف وويلو كان صار على اللعب هكذا كانت حلقة برايتون اللي وصل لوني يكتب إنه عذبتنا يا برايتون ولا تنسى تشترك في القناة وتفجح زر لايك والله يتعبت صارت الدنيا نص الليل دمتم بألف خير